اشتركوا في القناة وموحد وراء صاحب الجلالة من أجل الدفاع عن محدث التراب ومن أجل تكريس حقوق المشروعة لشعب المغربي ولمغربي في أراضيه الصحراوية إلى أن يتمنى اعتراق نهائي لمنتظم الدولي في سياقي الخطوة الهائلة التي حققها المغربي من خلال اعتراق أمريكا بمغربيتي الصحراوية لكن احنا كذلك عندنا صعوبات إضافية مع الجيران في إسبانيا وكذلك الشهر إلى حد ما مع ألمانيا وإلى حد ربما أقل مع بعض الأوساط في فرنسا لأسباب مختلفة سواء تعلق الأمر بما قامت به إسبانيا من خلال استقبالها لمتزعيم الفصاليين وما قامت به كان ضربة حقيقة من الخلف بالنسبة للمغرب وعرفتوا كيف أن المغرب تصدر ذلك ملكا فكومة وشعبا وجميع مؤمنات الشعب المغربي ومن ضمنها حزب التقدم الاشتراكية من أجل التنديد بهذا الموقف الإسباني وهذه المحاولة التي حقيقة ما كانت مشيش أبدا في سياقي التوطيق وتعزيز العلاقات بين إسبانيا والمغرب والتي توضع المغرب كشارك أساسي بالنسبة لعدد من المجالات العملية والاقتصادية والمالية والتجارية إلى غير ذلك ولكن عندما يتعلق الأمر بالمصارع الموطنية الأساسية للمغرب فيتم مثل هذه التصرفات التي لا يمكن أبدا للمغرب أن يقبلها قبل أن تخرجوا لا تنسوا تابعونا في فلاشين في براير وتابعونا على المواقع التواصل الاجتماعية